لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا عزيزيزي مشاهدين برحب بيكون في حلقة جديدة من حلقات الناقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة ابن حجر يكذب الله ويكذب الرسول وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت مشكلة التفويد انه بيطعم في مصدقات القرآن وازاي ابن حجر العسقلاني كذب على السلف وقال ان مسهبهم هو التفويد زي السوري والأوزاعي ومالك والليس ومن عصرهم وابن دايمية قال ان الذين قالوا ان طريقة السلف هي التفويد كذبه على السلف وان اللي بيقول بالتفويد هو في الحقيقة تجديب القرآن وتجهيل الرسول واستطالة الفلاسفة ومحكوم عليهم بالإلحاد وشفنا الشيخ محمد الجامي فرق لينا بين تفويد السلف والتفويد المزمون وشرح معنا التفويد لغويا واصطلاحيا وابن دايمية قال ان الملاحدة زي ابن سينا وغيرهم لقيوا حجة يحتجوا بيها على أهل السنة اللي بيثبتوا المعاد واستخدموا نفس الطريقة اللي هي نفي الصفات عن طريق التأويل او التفويد علشان ينكروا المعاد فالنار مثلا مش على الحقيقة فنفو المعاد زي ما نفوه الصفات على حقيقتها وشفنا مدى إسرار ابن حجر على التفويد او الإلحاد وابن حجر بيرجح طريقة التفويد على طريقة التأويل والاتنين باطل لان الطرقتين ايه بيقدوا الى نفي حقائق الصفات والنفي طبعا دا هو التعطيل يعني تعطيل الله عن صفات الكمال وده معناه إثبات صفات النقص لله وإحنا النهاردة هيتكلم عن علماء السلف اللي أنقروا التفويد على أهل التفويد أول مرجع هنشوفه مجموعة فتاوي العلمة ابن بيز بيقول ايه وقد أنقر الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف على أهل التفويد وبدعوهم لأن مقتدى مسهبهم إن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك يعني ايه الكلام دا يعني الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السلف قال إن اللي بيقول بالتفويد ده بيعتبر من المبتدعة لأن معنى كلامه كده إن الله كلم الناس بكلام مش مفهوم والمعنى مش مفهوم المعنى والله طبعا بيتقدس عن هذا والكلام دا هيعتبر طبعا عبس ودلوقتي هنشوف ابن حجر وهو بيفوض وبعده في حديث تاني وهو بينفي وهنبدأ بمثل أول كتاب في فتح البارد ابن حجر في المقدمة بيقول إيه وقوله استوى على العرش هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى يعني إيه يعني ابن حجر بيقول إن استوى الله على العرش من المتشابه يعني محدش يعرف معنى وبحسب كلام ابن حجر يجب تفويل علم معنى إلى الله وإحنا هنا نقف عند كلمة ابن حجر شوية استوى على العرش من المتشابه فيه سؤال مهم هل ابن حجر يقصد بالمتشابه هل معنى كلامه إن هنا فيه شبهة التشبيه يعني زي ما نقلنا في الحلقات اللي فاتت إن ابن حجر بتهم أهل السنة بالتشبيه يعني زي ما وصفهم إن هما مشبهة أو مجسمة يعني مفهوم استوى الله على العرش عند أهل السنة بفهم ابن حجر إنه تشبيه ولكن ما هو هذا التشبيه هل ابن حجر بيعتقد إن أهل السنة بيقولوا إن الله جلس على العرش وعلشان كده فوض ابن حجر معنى الاستواء ولا ابن حجر لما قال من المتشابه بيتهم أهل السنة بأن مثلا في قلوبهم زي هو عايزين وكمال عايزين يعملوا فتنة زي ما جاء في صورة قالوا عمران فأما الذين في قلوبهم زي يتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنة وابتغاء تقويله وما يعلم تقويله لله سؤال أنا بسيبه لكل مسلم بيسمع الحلقة إنه يقرأ الكتب ويسأل شيوخه ويسأل نفسه إزاي تقبل إنه واحد زي ابن حجر بعقدته دي يكون أعظم شارح لأعظم كتاب بعد القرآن وإحنا كده قدام اختيارين استوع العرش من المتشابه يعني ابن حجر بيقصد إيه بالمتشابه يعني أهل السنة الجسم والله ولا المتشابه أهل السنة في كلبهم زيخ عايزين يعملوا فتنة والشيخ البراكة يشرح لنا الكلام ده ويقول إيه نشوف الشيخ البراكة بيقول إيه وإن أرادة بالمتشابه ما لا يفهم معناه أحد ما لم يفهم معناه أحد فيجب تفويد علم معناه إلى الله تعالى فهذا قول أهل التفويد من النفاة المعطلة يعني الكلام يعني نحظ هنا إن الشيخ البراكة بيقول إن كلام ابن حجر هو نفسه كلام أهل التفويد وبيأكد الشيخ البراكة إن نهاية التفويد هي النفي والنفي هو التعطيل يعني تعطيل الله عن صفات الكمال وده معناه إثبات صفات النقص لله وهنا فيه سؤال هل ابن حجر فعلا نفاة استواء على العرش نتيجة كنتيجة للتفويد زي ما قلنا اللي بيفوض في الآخر بينفي وعشان نعرف الجواب هنروح لكتاب صحيح البخاري كتاب ملاقب الأنصر باب ملاقب سعد بن معاذ رضي الله عنه يقول كده قال الحفظ ابن حجر يقول كده قال وليس العرش بموضع استقرار الله يعني إيه الكلام ده يعني الاستقرار نفس معنى الاستواء يعني في الأول ابن حجر قال استواء على العرش ما نعرفش معناها عشان كده منفوض المعنى لله وده وقتين في استقرار الله على العرش نشوف الشيخ أحمد الحزيمي بيعلق يقول إيه على نفس تواء الله على العرش بزيته نشوف مع بعض وصاب أن يقال من أنكر العوى الذات فهو كافر ليس بمسلم لأنه مخالف للنص الكتاب ومخالف للسنة ومخالف للإجماع ومخالف للفطرة ومخالف لدليل العقل الصريح الواضح البين والأدلة واضحة بين على ذلك فلا ينكره إلا كافر قال هنا حينئذ لا نأتي لهذا التفصيل فالشاعر مثلا ينكرون هذا العلو الذات ينكرون العلو الذات إذا جاءت أدلة مثل هذه تدل على أن المراد به الذات حين قال لا المراد به علو القهري وعلو قدري ولن تجادلهم لأن مصحاب هوا يعني يحملون هذا المعنى أو هذا اللفظ على هذا المعنى كما قالوا في السوى السولى ما الدليل بيسرون قد السوى إلى آخرين أدلة متهافتة كذلك المعنى هنا حينئذ نقول هذا المعنى حمل اللفظ على هذا المعنى لا يسويغ لنا أن نحكي خلافة إذا قلنا القرآن فيه ألف دليل كما يقول ابن قيم بل أطلق في السنة الكتاب والسنة ألف دليل مسألة تثبت بألف دليل الكتاب والسنة نأتي نقوم فيه خلاف شفنا الشيخ أحمد الحزيمي بيقول أن من أنكر علو الذات فهو كافر وليس بمسلم لأنه مخالف للقرآن والسنة والإجماع والفطرة والدليل العقلي البين ولا ينكر العلو إلا كافر والأشاعرة بينكروا علو الله بذاته على العرش خلينا كمان نشوف تعليق الشيخ البراق بيقول إيه بيقول إيه لا وكل هذا النفي يعني إيه يعني بنلاحظ أن الشيخ البراق بينفي النفي اللي قاله ابن حجر لأن كلام ابن حجر واضح هو النفي وليس العرش بموضع استقرار الله والغريب طبعا يا مسلمين ودي في ضيحة إزاي الشيخ البراق بعد ما بيقول لا وكل هذا النفي نلاحظ أن الشيخ البراق بيقول فإن الله عز وجل مستوي على عرشه كما أخبر سبحانه في سبعة مواضع من كتابه إنه استوي على العرش يعني المفروض الشيخ البراك يقول إيه زي الشيخ الحزيمي يكون كافر وليس بمصلم بل بالعكس المفروض الشيخ البراك يقول إن هذا النفي تجذيب لله والرسول والقرآن اللي ذكر فيه الاستواء في سبعة مواضع بل في ألف موضع حسب ما نقل ابن القيم زي ما شفنا من كلام الشيخ الحزيمي وطبعا ده إجماع علماء المسلمين وهم بيقولوا إن التفيد تجذيب للقرآن وتجهيل للرسول وإننا قبل كده خلينا نأكد الكلام من كتاب شرح العقيدة الواسطية يقول لنا إيه فتبين أن طريقة التفيد طريق خاطئ لأنه يتضمن ثلاث مفاسد تجذيب القرآن تجهيل الرسول واستطالة الفلاسفة وإن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التفيد كاذب على السلف ويكمل الشيخ البراك كلامه ويقول إيه ولكن نفي أن يكون العرش موضع استقرار الله مبني على نفي حقيقة الاستواء وهو ما سهب الجامية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشعارة يعني إيه يعني أنا كده عايزة كده المسلم يركز معي وتشوف فين المشكلة عزيز المسلم إن ابن حجر بين في الاستواء والاستقرار على العرش ومش كده بس ده بيكذب القرآن وبيقول إن الرسول جاهل أو إن الرسول كمان خان الرسالة لأنه السكت وما قالش الكلام ده وإن الصحابة جاهلة وخاونا وكذبوا على الله ورسوله وحاجة تانية برضو إن ابن حجر بينشر الوسانية اللي نشرها الفلاسفة الوسانيين وبالطريقة دي يتطاول الفلاسفة الوسانيين وينتشر مذهبهم الوساني لأن أهم كتاب بعده القرآن ينشر الوسانية اللي جي بيها الفلاسفة الوسانيين والغريب طبعا فعلا إن ابن حجر بيقول الكلام ده وبيكذب الله والرسول والقرآن وباللاحظة الشيخ البراق بيقول ده كلام الجحمية وفي نفس الوقت يقول عن ابن حجر عفى الله عنه غفر الله له يعني ابن حجر يكذب الله ورسوله والشيخ البراق يقول عفى الله عنه طيب ما يقول برضو على الجحمية والمعتزلة عفى الله عنهم إش مانا يعني عفى الله عن ابن حجر بس ودلوقتي أنا هعمل ملخص لحلقة النهاردة إحنا النهاردة شفنا في فتاوي ابن باز عرض لنا إن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السلف قال إن اللي بيقول بالتفويد ده بيعتبر من المبتدع لأن معنا كده الله كلم الناس بكلام غير مفهوم المعنى واخدنا مثل على كلام ابن حجر نتيجة التفويد النفي لم قال وليس العرش موضع استقرار الله وشفنا الشيخ الحزيمي بيقول من أنقر عليه الزات فهو كافر وليس بمسلم لأنه مخالف للقرآن والسنة والإجماع والفطرة والدليل العقلي البين ولا ينكر عليه الزات إلا كافر والأشعارة بينكروا عليه والله بذاته على العرش والشيخ البراك أكد لنا إن النفي ده تجديب لله وللرسول والقرآن اللي ذكر فيه الاستواء في سبع مواضع واللي بيقول بالتفويد هو مسهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشعارة متابعوني الحلقة الجاية علشان نشوف اللي بيقول بالتفويد محكوم عليه بإيه عند أهل السنة والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المساة ترجمة نانسي قنقر